ده بالنسبة لنادي الزمالي نروح بقى للنادي الاهلي النادي الاهلي طبعا عنده ايضا مباراة هامة جدا بكرة امام تنتا زي ما قلنا لحضراتكم قائمة النادي الاهلي حسين الشحات عاد مرة تانية للقايمة وده طبعا هيدي تقلل الفريق في شكلام الحسين الحياة تطور اداءه جدا 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 في الاوينة الاخيرة لانه غاب على الثلاث ماتشات اللي فاتوا ما لعبش ماتش مصر المقصة ولا ماتش نادي مصر ولا بلاتينيوم الزمبابوي كمان رجع محمود وحيد بعد فترة برضه غياب للاصابة لكن وليد سليمان هيغيب مادال عنده اصابة النهاردة كانوا بيحاولوا معاه في التدريبات الصبحية لكن واضح انه مش هيقدر وايضا شريف اكرامي مادال بيتأهل اصابته طاولت شوية وايمن اشرف للايقاف وبهذا ستكون قائمة النادي الاهلي وفقا لما يلي وطبعا اليو ديانجي كمان غايب للايقاف في حراس المرمى محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شبير في الدفاع محمود وحيد علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، وأحمد فتح في الوسط عمر السليع، محمد مجدي أفشا، أحمد الشيخ، حسين الشحات، وجيرالدو في الهجوم كهرباء، وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن، وجونيور أجاي ده فيما يتعلق بقائمة النادي الاهلي